كانزي كانت معي في الجامعة بس احنا عمرنا ما كنا نعرف بعض في الجامعة خالص بعد الجامعة وعد ما أنا مثلت و أنا كنت عارف شكلها من الجامعة بس ما عارفهاش رخصية وعارف اسمها بس ما عارفهاش وبعد ما تخرجت وشتغلت ممثل وكده واحدة صديقة ليه جدا اسمها داليا النازر كلمتني في التلفون قالتلي بجد فيلم زي النهاردة أنا بموت فيه وبحبه جدا ومعي واحدة صاحبتي نفسها تقولك إنها بتحب ومش عارف إيه فقالت واحدة بتقولي أنا اسمي كانزي وبحب تبسيلك جدا وبشجعك وأنا عارف أن أنت كنت معنا في الجامعة بجد يعني بالتوفيق قلت لها متشكل جدا وبتاع وخلص والأيام راحت وجدت مواجبة يعني لا كانت بتقولي أنا مواجبة بتبسيلك يعني حقيقة مواجبة يعني بتشجع يعني لأن إحنا برضو عندنا ما تبسيلك يعرف حد معاك في الجامعة طبعا كان معايا دوا عند داليا احنا بنحب نشجع بعض دايما في أي حاجة بعدها بكذا سنة واحدة تانية صاحبتي اسمها داليا برضو بس داليا طولان مش داليا نوزل كنا خارجين مع بعض وبنتقابل بأننا كتير مشفناش بعض في جامعة كده فكانزي جت فاتعرفت عليها إزايك عملا إيه بتاع من هنا ابتدى إبقى في حاجة وده بعد مثلا الجامعة مثلا بست سبع سنين أو حاجة كده فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ان هو ده صح صحيح لما بتبقى الحاجة اللي انت مرتاح لها هي دي فهي دي انت في عيد الحب بتعمله ايه يعني بتجيب لها حاجة لا هو ورعها اصلا ترعدي مش كيف بتعشيها ولا انت مالكش في عيد الحب الحب عندك يومي ما كانش لايف موضوع عيد الحب عمري ما كان لايف عيد الحب يمكن وقت تجامع معقول ولا هي تجيب لك مثلا وردة ولا انت تتخش عليها بكلو لحمة ما هي كانت مستنية كيلو اللحمة يعني اول مرتباطنا قلتلي لقيت انا مش مركز اصلا النهاردة ايه بتاعه فبتقولي على فكرة النهاردة بالنترينز مستنية حاجة فقلتلها مستنية بقى هو طب ايه قلتلي مش هنخرج مش هجيب لي حاجة لا يعني انا ما عملش كده مش مستنين انت يعني انا مش مستنين حاجة كده قلت لأ لازم نخرج فقلتلها كنزي لو هنخرج المرة دي هتبقى اول واخر مرة نخرج او عملي ما خرجت في فالنترينز ما عرفش هي حاجة غالبا ولادي شوية ان احنا نعترف بحاجة زي دي لا بالحكس ده هم عاملين عيد الحب للولاد والبنات طبعا لا ده انا كنزي انا بحييك تشرفنا هاي لا الله حقيقة باختك بكنزي دي ربنا خليها لك ربنا خليك من ساعتها بتدينا يعني نخرج نعمل حاجة ايميها وكده بس بقيت عادة بقى يعني مش عادة قوي برضو يعني ممكن دلوقتي في بل وتجيب حاجة حلوة كده اه شوية وبعدين ابتدت انت تستنى هيتجيبلك ايه طبعا لا 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 مش عايز اي حاجة في فالنترينز دي انا تبايل انا مش عايز حاجة انا تمام انا كويس